بواصل الكلام إذا إحنا بنسلك في هذا السلوك على طول بيتكلم عن النواحي السلبية وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين لاحظ أنه ابتدأ الرسول بكتابة هذه الرسالة إلى القديسين في أفسوس فبيطالبوا الزنا والنجاسة والطمع فيقول أن تسلكوا ليس كما يسلك الأمم ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر لما الإنسان بيسمح للفكر يتنجس ويتسمم أيضا فيسمم كل نواحي الحياة بتعرفوا شيء أصعب شيء أنه الإنسان يستخف بالخطية الخطية قاتلة أحبائي الخطية تقتل كل شيء في الحياة البراءة والمثل العليا تكسر قوانين الله بتحول الإنسان لوحش كاسر بعيد عن الله فأصعب شيء أنه الإنسان يستخف بالخطية أو من ناحية أخرى يقلل منها يقلل من شأنها أو من خطورتها أو من لدغتها وسمها سموم الخطية أيضا الأمم استخفوا بالخطية وبانوا المعابد للإباحية نحن واقفين في منطقة مليئة بالمعابد أكبر معبد في أفسوس معبد أرطميس إلهة الخصوبة وحكينا عن المعابد الموجودة في هذه المنطقة معبد روما إلهة روما معبد فيستا معبد الإلهة إزيس إلهة المصريين لتحت شوي معبد مكرس لترجان الإمبراطور ترجان وبعده الإمبراطور هيدريان وهكذا معابد كثيرة في أماكن كرسة للضعارة طالما أن الأمر بضر أموال وبزنس فالبنات المكرسات للإباحية صاروا يبنون لهم هياكل في كورونتوس كان في معبد للإلهة أفروديت ألف فتاة مكرسة لهذا النوع من العبادة الإباحية فبولوس الرسول كان بحاربها بضراوة بشدة لأنه عم بيستخفوا بالخطيئة فالخطيئة اتفشت واستشرت في كل نواحي المجتمع يقول البر يرفع شأن العم الأمة وعار الشعوب الخطيئة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر